انطلقت فعليات تدريب المشترك ميدوزا 13 بدولة اليونان والذي سيستمر لعدة أياما بنطاق مصرح عمليات البحر المتوسط بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والسعودية وكل من إيطاليا والبحرين ورواندا وبلغاريا والمغرب بصفة مراقب يتضمن تدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية للدول المشاركة والتخطيط المشترك لإدارة أعمال قتال بحرية وجوية ضد كافة التهديدات كذلك تنفيذ عدد من الأنشطة القتالية والرمايات غير النمطية بما يعكس مدى ما وصلت إلي القوات المشاركة من تدريب راق في مختلف التخصصات ترجمة نانسي قنقر